الحافظ الكاتبين قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فمعنى اسم الله الحافظ معنى عميق جدا يعني يحفظك ويحفظك وانت نائم وانت صاحي وانت نائم وانت صاحي في معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فربنا سبحانه وتعالى وكل لك نهارا حافظان وكاتبان وليلا حافظان وكاتبان حافظ عن يمينك وحافظ عن يسارك كاتب عن يمينك وكاتب عن يسارك ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد طالما ربنا هو الحافظ والحفيظ اهدأ واطمئن طالما ربنا هو الحافظ والحفيظ استودع أولادك ومالك عند الحافظ الحفيظ طالما ربنا هو الحافظ الحفيظ راقبه ألم يعلم بأن الله يرى فمن أعظم العبادات إنك تراقب ربنا طالما ربنا هو الحافظ المراقبة تكون ازاي نعم المراقبة تكون ازاي أشوف رب ما هو خل بالحضرتك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإحسان أجاب بمقامين مقام المشاهدة ومقام المراقبة مقام المشاهدة لما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أنا شايف ربنا في كل حاجة وكل خطوة في حياتي في كل حاجة يعني إيه كل حاجة بتحصل في حياتي أبقى شايف أن ربنا سبحانه وتعالى شايفني ومطلع عليها هتعمل إيه هعمل إيه مش هعمل حاجة تغضبه أيوة الله ينور خلق خاصتي مش هعمل حاجة تغضبه فأنا شايف ربنا في ولادي فبإذن الله أحسن تربيتهم ويعيني ربنا على ده وما يكلوش لقم حرام إبدا ويعيني ربنا على ده شايف ربنا في زوجتي شايف ربنا في عملي شايف ربنا في إخواتي شايف ربنا في كل كلمة بقولها شايف ربنا في الأعدى اللي أنا أعدها ديه لأنه نهأ بين يدي الله وهيسألني عن كل صغيرة وكبيرة عن الفتيل والقطمير كل مكتوب أحصاه الله ونسوه برحتك يعني الفتيل والقطمير أه صح